طبيعي جدا إذا جيت تشارك أي فيديو في انستقرام رح تتعب على هذا الفيديو رح تشتغل على موضوع الإضاءة تكوين الإضاءة تكوين العمل تشتغل على السيناريو على الفكرة على الإدت طبعا بعد ما نصور ونشور كواليتي جدا ممتاز ونخلص منتاج نجي نرفع على انستقرام ونرقى الجودة صارت سيئة اليوم بإذن الله رح نحل هذه المشكلة قبل لا نبدأ في كثير تكلموا عن حل هذه المشكلة لأنه لا تصور بدقة الفور كي وهذا الكلام على مسؤوليتي غير صحيح وما له شغل الكلام كله سيكون في المونتاج صور بالفور كي دامك أنت تشتغل على المونتاج ركزوا في كلامي إذا كنت تسوي ادت منتاج اشتغل على الفور كي لأنه سيفرق معاك أصلا في المونتاج بعد ما نصور الفيديو ونشتغل على المونتاج موضوع أنا سيكون في تصدير هذا الفيديو بس قبل لا نبدأ ونشرح الإعدادات لا تنسى تعطيني لايك على هذا الفيديو وإذا ما كنت مشترك في القناة يشترك في القناة وفعل جرس التنبيه ولا تنسى كوب القهوة وطبط لك كوب قهوة لكي تصحصح وتركز معي في هذا الفيديو أنا نواف نقول بسم الله نبدأ في ديديو هياكم الله قبل لا نبدأ طبعا أنا اشتغلت على هذه الطريقة في أحد الفيديوهات اللي نزلتها في انستقرام ورح أطركم الرابط تحت في صندوق الوصف ممكن تدخل على الفيديو هذا قبل ما تشوف العدادات وتشوف الكواليتي في الفيديو وإذا كناسبك كمل معي الشرح إذا ما نسبك ممكن تلغي متابعة هذا الفيديو أول شي رح سويه رح أدخل على تطبيق الـ VN وممكن تشتغل على هذا الموضوع في أي تطبيق طيب الآن عندي هذا الفيديو اللي اشتغلت عليه طبعا هذا الفيديو حجمه كان كبير مجموعة صور دمجتها طيب الآن بعد ما نخلص من منتاج الفيديو بشكل كامل إيش نسوي نروح على تصدير الفيديو العلامة زرقه فوق على يمين السهم للأعلى أضغط عليه هتطلع معاي إما أوتو أو مانويل أنا رح أخليه على المانويل هنا الكلام صورت بالـ 4K صورت بالـ 1080 ما رح نختلف صورت 60 فريم 30 فريم ما في مشكلة الكلام كله هنا في تصدير الفيديو عندي هنا في البداية الجودة رح أختارها 1080 ما رح نغير لا نخليها 4K ولا 720 رح أخليها 1080 عندي هنا الفريمات رح أخليها على الثلاثين الزبدة هنا نخليها 9 الميجابايت يا 9 يا 10 في الطريقتين أنا جربته كالكواليتي عندي جدا ممتازة ومرضية بالنسبة لي جودة عالية بعد ما نخليه 9 أحط تم طبعا عندك تحت تفعيل خاصية للـ HDR مو لازم تفعلها لا تفعلها هيكون معاي بهذا الشكل أسوي له export وراح يبدأ يحمل معي الخطوة الأخيرة إذا رحنا على انستغرام وانشأنا فيديو ريلز اختار نقصر الصوت في أخطاء نسويها كثير مثلا أنه نحط في فيديوهات الريلز الإضافات الجديدة هذه مثلا هذا الاختيار أو غيره ممكن تقلل من جودة الفيديو فممكن نخلي الفيديو بهذا الشكل وبعد كده نسوي له تصدير وراح يكون معانا الكواليتي جدا عالي وبس كده يكون فيديو اليوم انتهت أتمنى أنكم استفدتم منه لا تنسوا دعني باللايك والاشتراك في القناة أنا نواف ألقائكم في فيديو جديد في أمان الله